يعد الانتقال إلى صف المعارضة في الحكومات الديمقراطية حالة صحية تدفع عجلة الإصلاح إلى الأمام لكن إذا كانت هذه الحالة في بلد كالعراق يصبح تغيير خريطة التحالفات مبنياً على مصالح حزبية ضيقة تقوم على الارتزاق السياسي وتتحرك وفق أجندات داخلية وخارجية حكومة عادل عبد المهدي تشهد أكبر عملية انشقاقات داخلية جاءت على شكل انتقالات إلى صفوف المعارضة تولتها كتل أهمها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم واتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ما جعل كثيراً من المصادر الحكومية تقول إن حكومة عبد المهدي لن تصمد حتى نهاية الصيف الحالي تبرر الكتل التي مالت إلى صف المعارضة موقفها بأن الحكومة جاءت أسوأ من نظام المحاصصة المعهود وأنها جاءت مخيبة لآمال الشارع العراقي لكن الساسة في هذه الكتل شاركوا في الحكومات السابقة ومتورطون بملفات فساد كبيرة كما أن لجوءهم إلى صف المعارضة لا يستقيب مع وجود وزراء منهم في الحكومة الحالية دون أن يقدموا استقالاتهم تيار الحكمة أكد أن انحيازه إلى المعارضة السياسية لم يكن يهدف إلى إسقاط حكومة عبد المهدي بل سيبقى يصفق لما وصفه بنجاحات الحكومة أما ائتلاف النصر فيرى أن خياره بالانضمام إلى المعارضة لا يعني مهاجمة مشروع الحكومة وضرب المسيرة السياسية لعبد المهدي وعلى هذا فإن التحركات السياسية الحالية لا تعد أن تكون خلافات على توزيع المناصب السيادية لا سيم الدرجات الوظيفية الخاصة مع ذلك يرى مراقبون للمشهد العراقي أن حكومة عبد المهدي تعتبر أكثر الحكومات المتعاقبة التي شهدت عدم انسجام بين الكتل ما يجعلها على محق سقوط لن يأتي نتيجة مشروع إصلاح داخلي وإنما سيكون نتاج تدافع في قارب السياسة قد يؤدي إلى غرقه بمن فيه